موسيقى موسيقى برنامج تيكولوجيا يحاول باستمرار ولحقت كل شيء جديد وكل ابتكار جديد ولكن سرعة الابتكارات الجديدة وسرعة التطور جعل أشياء تظهر في لحظات في دقائق وحتى بين برنامج والآخر نجد تطبيقات جديدة وعالم جديد اليوم نتكلم عن الدرون نحن قلنا يمكن كلمة الإنجليزية للناس كتير قوي سامعوها لكن هي طائرة موجهة لكن ليست طائرة كبيرة ليست طائرة نقل ركاب لكن طائرة صغيرة جدا ممكن أن تكون بعدة مهام المهام اللي هي موجودة وحنشوفها اليوم مهام جديدة خالص كانت مؤسسات وأفراد ومعدات تقوم بها مثلا توصيل الطلبات إلى المنازل الطريقة المعتادة كانت أنه مسؤول بدراجة بخارية بيوصل الحاجة إلى المنازل أصبح اليوم في كثير من الدول مؤسسات تقوم باستعمال هذه الطائرات لتوصيل الطلبات أو المأكلات حتى إلى المنازل يبقى نهاردة تغير الشكل بتاع هذه الخدمة فيه نهاردة أيضا ودي أمثلة بعض الأمثلة بسيطة في المقدمة وسوف نرى أمثلة أخرى لكن من ديم الأمثلة اللي نحب نوضعها في المقدمة هو أيضا إرسال الأدوية إلى المحتاج بسرعة فائقة هل إحنا نمشي على نفس الطريقة من التليفون ثم إلى مكان الأدوية موجود فيه ومن هناك يخرج شخص أو يذهب شخص لأخذ الحاجة ومريض موجود على حمطار ولا على كلمترات عادي نوصل له الأدوية لمطلوبة أدوية قلب مثلا فنجد إنه مؤسسات حتى الصيدلة أصبحت لها خدمة توصل الأشياء دي كلها بطريقة هذه الطائرات المركعة كل ذلك في برنامج اليوم التغييرات الغير عادية في حياتنا أصبحت تأثر على كل شيء إرسال البضاعة توريد الطلبات كل شيء تغير بمفهوم جديد السرعة لكن كيف السرعة إذا كان أصلا الطيران طرق مزدحمة والطيران مزدحم أيضا في السمان لكن ظهرت أشياء أخرى أشياء دي هي موضوعنا النهاردة المنظر اللي قدامنا كنت طالع على الموبايل عبارة عن شباب يلهو بسيالهو بطائرات عمودية صغيرة اللي هي الدرون الدرون أصبح معروف كالطائرة كالمسيارة أو طائرة من غير طيار ولكن كل ده لا يصف بالضبط الثورة اللي هي بتحصل اللي بتطير قدامنا دلوقتي موجودة في المحلات موجودة في حلات الألعاب موجودة في كل شيء في الأفرح تظهر لأخذ السور في المباريات تظهر لتسجيل الأهداف الخروج يوم العطلة يسجل بهذه الطائرات أصبحت هذه الطائرات لها كاميرات الزواج يسجل من أعلى لذلك اليوم كان لزمن إن التكنولوجيا تحاول تستعرض مرة أخرى ما هي عزية الطائرات وإيه التطبيقات أهمة من كده إيه أنواحها وإيه التطبيقات بتاعتها وإيه ممكن المادة اللي قدامنا جبناها من حاجات كتيرة جدا المادة مصادر غير تقليدية فرجعنا تاني نشوف أين وصلنا بهذه الطائرات البسيطة اللي هي الدرون هي كان لابد يكون لها اسمها أحسن من كده لكن الموضوع واضع جدا نهاردة كل التسجيل كل المناسبات بهذه الطائرات الصغيرة جدا وإحنا هنا هو حنحاول ننقلكم من البسيط إلى المعقل ثم من البسيط مرة أخرى إلى طريقة الطيران إلى لمازج فعلا موجودة ليست من شركات ومؤسسات كبيرة ولكن أيضا من محلات الأطبيع الأطفال الطائرة زمان البلونة أصبح النهاردة الطائرات دي موجودة السعر أصبح أقل من مئة كنيه في منارة التحكم أصبح بالتليفون ثورة كبيرة جدا وكان لابد أن احنا نلوحقها نحدد أولوياتها نبعد الأشياء اللي لها مشاكل في الأمن والأمان ولكن أصبحت طريقة طريقة حياة هنشوف بقى النماسك التدريب في الرياضة أصبح بهذه الطريقة طيب إحنا كنا متصور بكاميرات عادية لأ دلوقتي بيصور من مرتفع يعني التسجيل للجول حفر التخرج من الكلية زمان كانت الحاجات الفيترامي في السماء دي ما بيقدرش يلحقها بالكاميرا العادية نهاردة الدرون دي عالية جدا تسلق الجبال مين هيطلع وراء اللي بتسلق ده كل حاجة خاصة بنا يبقى الكاميرا النهاردة أصبحت لها حامل الكاميرا النهاردة أصبحت ليست كاميرا أمامي لا على مرتفع أصبحت تدخل في أي مكان ضيق في الحوادث فالنهاردة هنحاول نستعرض إيه هي التطبيقات المختلفة اللي عمالة تظهر عمامنا من اللي لازي اتجع إليها هل هداء الأسياء شفنا مثلا في ركوب الأمواج شفنا السور دي حتى تدريب ركوب الأمواج النهاردة المدرم مش هادا يطلع في مستلباح وكل حاجة الرحلات لكن المناظر التالية تتغير لأن اللي بيصور آلة آلة طائرة بالتحكم أو بتايران ذاتي مش بس كده يعني بنشوف الكاميرات في التليفون النهاردة هي حلت محل آلة التصوير لكن التليفون ده أقصى حاجة عملنا السيلفي والواحد بيجيب عمود طويل كده ويصور المجموعة اللي قدامه من على بوح النهاردة أنا المنظر ده كنت أخذه إزاي القفز احنا شفنا الناس كانت بتخفز من الكباري النهاردة لو أنت خدت صورة لهذا كانت حتشوفي المنظر زي ما شفنا هنا سباق الإخوت الزلاق على المياه كلها النمازج بقى تغيرت الآن حاجة مكتوب ثري أكسس أكسس يعني محاور مختلفة يعني بيقدر يصور من محارب مختلفة محور هنا محور هناك الأسامي بقت غريبة ليست أسامي أمريكية أو من أماكن في شرق الأقصى من أفراد ليست من مؤسسات أصبحت هواية أصبحت جزء أساسي من الحياة نراكز بعض الشيء ونشوف أدي التليفون التليفون هو اللي بيحرك الدرون وبيحركها مش بس بالإرشادات أو مش بالتعليمات مش هقولها لفت و ريت لا بتغيير اتجاه التليفون يبقى أنا النهاردة أقدر أجيب المعدة دي مجهزة بالكاميرا بتاعتها وغاية النهاردة غاية اللحظة دي في العرض لم نجد أي شيء يمكن أن يعوق أي حاجة في الحياة العادية الرياضة أيوة الأفرح أيوة السباق لخوت موجود رفع الحاجات دي بعد كده المغامرات بتاعتي أو الرحلة بتاعتي برفعها إلى الفيسبوك عادي خالص يبقى هنا جالك بشعار anybody can fly وبالتالي الكاميرا بتاعتنا حطير برضو لكن بفضل ايه الدرون هل هي عاملية سهلة للدرجة دي؟ لأن أسعارها ناردة بقت أقل من 100 جنيه دي مجموعات أو نمازك لكن في حاجات معقدة أكتر المراوح الناردة حتى التصميم بقى تصميم جمالي ليه؟ إنه يمكن ده يكون هيستعمله في الإسعاف يعني يبقى ده طريقة إنه الواحد يقدر يوصل الأدوية والشخصيات الأبطال ما وماش الأبطال بتوع اللي بتسمع عليهم في برامج الكمبيوتر والحاجات دي كلها بقت ناس أغادي بقت مناسبات عادي رحلتي عبور أحنا لسه شايفين الكبري الجميل محور رود الفرق أدي أناه كبري برضو هناك وناس تلعوا رحلة وأسجلوا الرحلة كلها بالدرون يبقى لسم كمان سكان الغرض هو التصوير فإحنا مستحيل قلت ممكن غرض التصوير ممكن غرض إنها بعت أدوية فالدنيا تغيرت وإحنا لابد إن إحنا نتغير معها لابد إن إحنا نعرف إن دي حاجة موجودة الأطفال نارضة في الخارج وفي الدول وإحنا كنا في ألمانيا محل اللعب كلها عبارة عن الطائرات دي سمان كان بلونات سمان كانت حاجات تانية لكن دلوقتي محدش عاوز يشتري كان إن خشت بقى الحاجات العلم أو الحاجات اللي عاوزين يسجل إعلان الإعلان فده معناه إن كل واحد النهاردة بيصمم إنه هو يجي له الحاجات دي كلها يبقى لابد إن فيه طريقة إن الحاجات دي تبقى موجودة في المجتمع وبرضو إن نبقى إحنا يعني أخدين بالنا إن ممكن أي حاجة ممكن تستعملها في الشر زي ما تستعملها في الخير فبرضو الشر ده له الحاجات بتاع لكن نتصور دلوقتي إن التصوير بقى مختلف في النهاردة فيه مؤسسات شالت كل الوسائل للانتقال ودخلت الوسائل دي كلها زي ما النهاردة الطاقة بتاعتنا بتيجي بطاقة عوائية أكيد طريقة توصيل الأشياء بسرعة بريقراطية وبدون تزاحم لابد حتى تمشي في نفس النمدة مهندسين الطرق الحاجة اللي هم تمشي في الطريق لها أسليم معينة يعني ما بتطير بتخش في عالم تاني فيبقى اللي بيشتغلوا في الحاجات دي دلوقتي شايفين دي كل أسامي غير معروفة عندنا لكن يبقى فيه اللي بيشتغلوا في الكهران بيشتغلوا في الطيران هشتغلوا فيه الخرط اللي هتمشي عليها وطبعاً اللي بيشتغلوا فيه الأمن يبقى إيه؟ نقدر نقول النهاردة إن الحاجة اللي إحنا كنا بنعملها فيه درونز ممكن اللي إنا حاجة مستغرة ممكن قوي تخش فيه حاجة طريقة توصيل أو طريقة تصميم برضو بهذه الطريقة كل حاجة بتطير اللي هي الإيرو دايناميكس لها التصميمات بتاعتها فما افتكرش إن الحاجات الزغيرة دي مش هتتعامل بنفس الطريقة زي الطيران الكبير وبرضو هيظهر لنا مجال جديد بطبعاً الأجهزة اللي نضمن إنها أمنة والتجارب اللي هي بتتم باستمرار إن أحاول أخلي السيارة تطير وأحاول أخلي السيارة تطير وتسير على الطرق وفي نفس الوقت لازم يكون فيه تدريب في الوقت أنا أدخل ناس في تكنولوجيا جديدة خالص لازم يبقى أجهزة المحاكاة لسيموليتر لازم هتتوجد لأن الوقت اللي عاوز يطير ده ده شاب وعاوز يطير من مكتب السيارة ومش بس كده ده أنا عاوز وهنا وده شيء من الخيال العلم يعني عاوز إنه بعد ما المراوح تتفرد والحاجة تتفرد عاوز أطابق دي كلها وأعملها سيارة فنقدر نقول إنه الدنيا تغيرت الإمكانيات تغيرت الناس كلها إحنا بنقول الحاجات دي مش موجودة وأنا بقول لا موجودة إمكان أنا بوريكم إنه هوا الحاجات اللي هي قلبة سيارة ويقولها جريد جوي تو درايف لو يعني مش شايف إنه هو يعني طبعا مش هقدر يمشك طائرة في الطرق فهو لازم يقلبها عنده بيت في الفذيف مثلا بيوصل له عاوز يوصل للمطار وياخد طائرة كبيرة يقدر فكل ده هو ده حيمس بالحركة على الأرض وحيودينا في أماكن وكناش بنروح يعني هناك دايما يثبته الحد في الدول الأوروبا مثلا بيخرجوا في رحلات نهاردة حتى ما تقوله خد طائرات طائرات فيه ازدحان في السماء ويمكن أنا قعد رأد الحاجة بتاعتي بإرسال الحاجة الموجود في حادث أبعث له طبيب أو معدات الطبيب وابتدت تبقى شبيه مؤسسات زغيرة جداً ويبقى فيها مبتكرين كلمة إنتربرنور ده مبتكر وايضاً مستثمر هما دول مش دول مستثمرين بإحنا بنقول عليهم قادي أهو المجموعة كلهم محدش لبس بدلة كله يعني شباب وعاوز يصل حاجات العالمية الكبيرة دي كلها هنبص لأ المعارض بتاعتي السيارات بعد شوية هتبقى كل هزي النمازك طبعاً لابد إن يكون بقى في تشريع جديد أنت هتعمله كطيارة وهتعمله كسيارة ولا هتعمل إيه وسعره إيه فيبقى إنه حتى ده كان إعلان أنا لقيته فبيقولك حتى بسوأ دي فين أنا مش عارف لكن هي المركبة سماء ليبرتي يعني حرية حرية من إيه مش حرية سياسية حرية من الأعدى على الأرض الحرية من الركوب الأوتوبيس والتروماي والقطار والحاجات دي كلها الانتلاق لأ طبعاً نحن مقولش إن إحنا في المجتمع عندنا برضو الحاجات بتاعتنا يعاوزين عمل للناس لكن بالتكنولوجيا اللي هي بالشكل ده والناس اللي بيشتغلوا فيها يبتوع البلاستيك ويبتوع الألعاب والحاجات دي كلها النهاردة تدي تدي أعمال أكتر يعني عندهم ثلاثة وقفين أهو بيجربوا الواحدة دي بس الواحدة دي بقى ابتكار كبير شوي يعني عدد ما روح بقى حدد كبير بعين حاجة بيأسلفوا كلام جديد فولوكوبتر طب عارفيني هليكوبتر إيه الفولو فولو يعني الطيران يبقى إيه؟ نهاردة فيه جيل جديد من العاسبات من الأرضفيل الإنتليجنس اللي هو زكاء الاصطناعي أو الصناعي لأنه احنا مش هنقدر نتحكم في كل حاجة فيه مرحلة زي ما احنا بننزل دلوقتي برضو برامج في الروبوت وتنزل برامج حدرها تاني ما نقدر مش كل حاجة تبقى مبرمجة البرمجة كانت أول جات في الرحلة اللي هي فيه المراحل الصناعية المختلفة اللي هي ثورة الصناعية الرابعة وقبل كده كانت فيه الثالثة النهاردة بيقولوا إحنا في الثورة الصناعية الخامسة إيه الخامسة بقى؟ فيها الروبوت وفيها تسييري ذاتي وفيها الحرية والإطلاق عن الطرق التقليدي فنهاردة بيركز قوي على الزكاء للصناعي إيه هو الزكاء للصناعي؟ إن المركبة اللي قدامي دي دلوقتي ودي حيسوق على أساس حد بدور حاجة سموها فولوكوبتر يعني تطير من الكلمة الفرنسية بولي وكوبتر يعني برضو كان لها السبب فالنهاردة نقدر نقول يمكن حتى الملاعب اللي هي صلاة الماتشات البسكت والحاجات دي كله النهاردة المصور بيقاعد وبيدور على زاوية معينة الأجوال اللي بتخش أنا ما يكون عندي عشرة من دول في الملعب الكورة وده بيباص من هنا ويقلب صورة من ده اللي هو واقف على الفراو ده ويقلبه ياما الكورة تترد تاني في الفريق المهاجم وترجع للبكات يبقى أنا يبقى عندي طقم يمسك الماتش ده من أوله والآخره ويبقى مش هيفوتني حاجة بقى ويبقى حد الحكم هيبقى أسهله فنقدر بقى نقول إن إحنا داخلين في عالم جديد بس لازم نفرط إيه اللي هو هيدفعنا إلى الأمام وهنا ما بقتش استثمارات كبيرة بقت استثمارات زغيرة وبقت أعمال ليست أعمال الكبار فقط لكن الشباب الشباب نهاردة اللي بيقدر يفك المعضلات اللي بتطلع على التليفونات المعقدة وهو نهاردة اللي بيقدر يعمل البرامج فيه شباب كتير قوي فاتح دلوقتي مكاتب صغيرة كده بيعمل برامج للطبيب عشان يقابل عيانين للأجزخانة أو المحل بيع الأدوية اللي أقدر نقول العدد المناسب للكيميئة اللي أحقاز هنا فالنهاردة الشباب مش عاوزي حاجات تقريدية الشباب تلحقوا من دلوقتي لأنه دلوقتي عمال يتفرق لما دي موجودة على محطات كتير أول محطات اللي موجودة موجودة في عشب دلوقتي في برامج العلوم بقيت حاسب حاجات عادية النهاردة المبتكرين نحن بنشوف محاولة دخول الابتكار بالأسئلة أسئلة وجامعات أو مدارس بتردها الأسئلة أنا بقول مش دي أسئلة النماذج الملاحقة الحاجات دي كلها الاشتراك في الناس اللي حيدوروا على الحاجات دي عشان ينتجوها كل دي طبعا حاجات مهمة جدا اللي احنا لابد ان احنا نرأيها يعني شايفين ان هو احنا برضو ان عايزين نقول المؤسسات الكبيرة بتفكر برضو بحاجات جمدة فهنا هو قدي معرض بحاله حطين ضخمة بتقدي الطيار بس لازم فيه سبب يعني هل دي هتبقى مؤسسات تعمل أعمال مساحة وتقدم الخرط المساحية باستعمال وسائل جديدة طبعا وسائل دي احسن المسحب التيوديوليت والحاجات دي كلها طريقة عديقة عديقة جدا الأخمار الصناعية موجودة ايو نعم بس فيه حاجات تتعمل على بعض بسيط وفيه حاجات تتعمل من الفضاء معنى الجو بساعات بنجيبه من الفضاء وكل الأخبار والحاجات اللي بيشوفها في تليبيزين دي بتبقى من ساتيلايت بتاع جو يعني أمر صناعي جوي بس ده بيجيب العالم كله لكن أنا مثلا عاوز أشوف مثلا السيول في السينة عاوزين يتصوروا ايه هم عاملوا السدود مثلا حتى الإسكان عمل سيول ما أنا شغل بقى الدرونز دي كلها يبقى لقد نبص ايه للمستعب طيب النهاردة عاوزين بقى نستعمل نفس الفكرة ده هادي خطأ غيار هادي المحلات النهاردة اللي اشتهرت احنا عارفين حتى من غير ما أقول أسامي شفنا الكمبيوتر اللي في إيده هو ده الدليل بتاع الكميات اللي هو عنده يبقى هو عنده الأوردر معضو طاعة الكمبيوتر اللي هو في إيده وحيحطها على طول في طريق وسيلة التغليف وهيبعتها هل هيبعت يجيب عربية الشركة ولا لا شفنا هيعمل ايه ومخزن ايه ما المخزن دي ايه اللي بتدينا الطلبات دلوقتي معنا عارفين بس احنا مش عارفين نجيب أسامي الشركات اللي بتشتغل النهاردة الميل أوردر ده موجود في مصر بس هندخل حاجة جديدة بقى ممكن يشغله جوه المخزن نفسه ما المخزن بقى ايه اتنين كيلو اه طب دلوقتي الراجل كان بيطلع بالسلم ويطلع فوق ويطلع فوق ويبص في الكمبيوتر شوف عاوزين خمسة من ده وخمسة من ده من الخطى الغيارة بتاع السيارات أو حاجة نهاردة ده ماشتلش الحاجة جوه كمان ده يخدها برا وحيبعتها ما يكون ده هيوفر بدل ما كان فيه سير والسير ده اهو رايحة رايح في السكتر حيوصل حاجات السكة القديمة يطلع المخزن مخزنجي عندك رسيد لا ما عرفش ايه طب امديلي الورق يطلع ما عرفش ايه طب طلع حالي المخزن ما يطلعش برا يطلع يجي عربية فوركليفت ودي ده على طول الدرون دخل مع الراجل اللي معاه الدليل مع الرف وبعت وبعت بالعنوان للحطة اللي رايح فيه اهو طاير اهو واخد معاه الحاجة اللي هي موجودة ممكن تكون ناقصها رومان بيلي او ناقصها اي حاجة يعني الزبون اهو وصل عندي الزبون هيطلع الحاجة طب عربية معطلة مثلا في الفرواحات ونقصة حاجة معينة مليه ما تتبعتش لازم اطلعها المطار ودعها مطار بعربية وحجزها على الطائرة والطائرة تنزل في المخزن العمومي يعني حتى حنفس الحاجات اللي هي متطورة جدا اللي احنا بقولوا الطائرات والطيران الارميل الخطابات بالطيران لا تتنفع يا ما تكون عمساحات كبيرة جدا لكن اهو طب اهو ما فيه عربية تانية فيه وسائل تانية لكن فيه له واجبات له واجبات طب حاجات الزنق يبقى يبقى احنا الدرون ده لازم نعمله بقى نقدر نسياره وهو لازم بقى سمارت يعني يعرف يما يلاقي حاجة قدامه يبقى عنها وهدي طريقة العتيقة هدي الفوركليفت عمال يشيل وهيطلع معافش ايه وحط ايه ده جوه المخز التاني بيوصل للمكان نفس وحعملوله حتى هدي طبعا الكنترولز بتاحته لازم يعاني عن تليفون يبقى انه 13 ماش 2015 اول باستعمال يعني معدة لكن ايه مفهوم طبعا وهو ده الحاجات اللي احنا لقطناها من كذا حتة ناس بيقولوا احنا حنوصل لكم الحاجة بالطريقة الفلانية وحتى ناس اهو وحاجة اسمها درون فلايت بس انا اذا كنت عاوز اعرف اكتر اخش الحاجات دي وادور عليه فيبقى نقدر نقول ان دنيا اتغيرت احنا اعرضنا افكار كتير قوي نأمل ان احنا في بلدنا برضو اللي اقولنا فيه شر وفيه الخير الخير باستمرار حيعم احنا منش خايفين عمال انه منطحات صحاب ما بنقولش انها دي مرتفة حي فيها مشاكل نخش في المجال ده ونحن نمشي نفسنا بالتكنولوجيا دي ونمشي مع العالم كله بل نكون رائدة انا كنت حواري نهاردة دول افريقية حتى الحاجات دي واحنا نهاردة مسكين الدول الافريقية كرئاسة لمدة سنة الحاجات دي اتواجدت في هذه الدول بس انا ما حبيتش عرضها في هذا اليوم فنرجو ان احنا نلاقي حاجات دي كلها نرجو ان المشارعيين برضو يوزينوا بين الامان وبين التعاون وبين اعتقد سيداتي سيداتي اعتقد بالاضافة للبرنامج التوضيحي اللي قلناه في المقدمة شفنا تطبيقات كثيرة جدا لم ننتظر انها تصل بهذه الخدمة وايضا الانواع اللي هي تعاملت وتوجدت من هذه الطائرات الصغيرة الحجم المبسطة للغاية التي يقوم بها الطفل والشاب والمحترف لان التطبيقات باستمرار وسوف تستمر هذه التطبيقات الى كل برنامج نقدر نعمله عن هذا الموضوع والحلقة الجديدة ان شاء الله في الاسبوع القادم تمنى لكم قطيب الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة